أهلاً بكل متابعين يوم سعيد النهاردة حنتكلم عن الحالة الفلكية ليوم الجمعة 29 نوفمبر وحنشوف تأثير الحالة الفلكية حيكون ايه على كل الأبراج والنهاردة الأمر موجود في برج العقرب طول اليوم واليوم بيبدأ وقورانوس بيتراجع في التور والمشتري بيتراجع في الجوزاء والمريخ في الأسد والشمس في الكوس وعطارد بيتراجع في برج الكوس وفينوس في الجدي وبلوتو في الدلو وزحل في الحوت ونبتن بيتراجع في برج الحوت خلينا نشوف الحالة الفلكية هتأثر إزاي على 12 برج نبدأ بالحمل موليد الحمل عندكم يوم هايل في إدارة الفلوس تقدروا تعملوا في اليوم ده تنمية المدخرات أو أملاك وتاخدوا قرارات موفقة في بيع أو شراء يوم كمان حلو في تخليص الأمور البنكية أو في اتخاذ قرارات في أوعية دخارية تحطوا فيها فلوسكو وتخططوا حلو لمستقبلكو نروح لبرج التور وموليد التور طول اليوم الأمر في مواجهتكو فمطلوب منكو تاخدوا بالكم من حقوقكو ومدغم روش في أي قرارات بيع أو شراء وفي الحركة وفي السواء لازم تتحركوا بالراحة وتسوقوا بالراحة حفاظا على سلامتكو في النواحي القانونية خليكم ملتزمين كمان ولو متجوزين حاولوا تتفادوا أي صدام مع شريك الحياة نروح للجوزاء وموليد الجوزاء عندكم طاقة ونشاط وحيوية وتقدروا تنجزوا شغلكو على أكمل وجه وتنظموا جهودكو وتوظفوها في اتجاه سليم نروح بعد كده لبرج السرطان وموليد السرطان عندكم الأمر في منزل الحب بيديكم طاقة عاطفية وتقدروا تعبروا حلو عن مشاعركو وكمان تثبتوا نفسكو في الشغل لو عندكو شغل في اليوم ده تقدروا برضو تثبتوا نفسكو ولو عندكو أولاد هيبقى فيه تواصل وتفاهم حلو مع أولادكو نروح للأسد وموليد الأسد الأمر في وضع معاكس فاخدوا بالكو أنه يوم مش مناسب للتصرع في الغضب ممكن تكونوا عرضة لاستفزاز من حد في العيلة أو من الأصحاب فحاولوا تحافظوا على هدوء أعصابكو تردوا بلا باقة كمان حاولوا أنكو تقوموا أي مشاعر سلبية بتسيطر عليكو في اليوم ده نروح للعذراء وموليد العذراء الأمر في منزل العلاقات يساعدكو جدا أنكو توتدوا علاقتكم بكل اللي حواليكو وتقضوا أوقات حلوة عائليا واجتماعيا ولو عندكو شغل كمان هتحسنوا التصرف في كل المواقف نروح للميزان وموليد الميزان التركيز مش أحسن حاجة في اليوم ده فاخدوا بالكو لو عندكو شغل يبقى تراجعوا كويس كل خطوة بتعملوها وكمان في الفلوس لازم تراجعوا كويس حسابتكو عشان ما يحصلش خسائر نروح بعد كده للعقرب وموليد العقرب الأمر في برجكم بيديكم سحر وجاذبية جدا وتعرفوا تكونوا مسيطرين أنتوا أصلا طبيعتكم مسيطرين ففرصتكم في أنكو تعرفوا تفردوا إرادتكم ورغباتكم بزكاء نروح للكوس وموليد الكوس عندكم الأمر في منزل الصحة السلبي ده بيخلي التاقة البدنية أقل فأنتم محتاجين تاخدوا وقت كافي من الراحة من حقكو تسترخوا شوية عشان تشحنوا طاقتكم من جديد نروح للجادي وموليد الجادي عندكم الأمر في وضع داعم يعني داعم اجتماعيا وكمان مهنيا في يوم حلو في توضيب لخروجة حلوة تجمعكم بالأصحاب وكمان لو عندكم شغل تقدروا تعملوا تنمية الأعمال أو لمشاريع لو في مشاريع خاصة وتعرفوا تحصلوا على دعم الزملاء والرؤساء بسهولة عندكم يقظة تقدروا تلتقطوا الفرص وتاخدوا قرارات موفقة ويوم حلو في الصفر لو عايزين تعملوا رحلة أو صفر هتستمتعوا بوقتكم إن شاء الله يكون يوم حلو على كل الأبراج وبكرة فيديو جديد ويوم سعيد اشتركوا في القناة